لماذا يتعين على الغرب احتضان محمد بن سلمان؟ تحت هذا العنوان نشرت صحيفة تايمز مقالاً ذكر فيه الكاتب مصلحة الغرب في احتضان ولي العهد يكشف المقال أن ولي العهد محمد بن سلمان سيصبح على رأس المملكة وبات قريباً جداً وتقترب معه إعادة تشكيل الشرق الأوسط وفقاً لشروطه وأضاف أن احتضان ولي العهد أفضل من الابتعاد عنه مؤكداً أنه لن يتسنى ردع إيران عن استخدام قدراتها النووية ووقف سباق التسلح في الشرق الأوسط دون تعاون السعودية وعن التطبيع العربي الإسرائيلي لفت المقال إلى أنه بحال انضمام السعودية إلى الدول العربية التي أبرمت اتفاقاً مع إسرائيل فذلك سيعطي زخماً للاتفاقات مضيفاً أن الأمير محمد بن سلمان سيعقد اتفاقاً مع إسرائيل إذا حصلت السعودية على ضمانات أمنية أمريكية صريحة والحق غير المتنازع عليه في أن يكون لديها برنامج نووي مدني وكشف أن بن سلمان سيكون أول حفيد من الجيل المؤسس يتولى العرش ومن المرجح أن يحكم المملكة لعقود وسواء شئنا أم أبينا فلا بد أن تبنى سياسة الشرق الأوسط حوله من جهة ثانية وبحسب وكالة رويترز فإن بن سلمان عاد الآن كلاعب أساسي لا يمكن لواشنطن أن تتجاهله أو تنأى بنفسها عنه لكن عليها أن تتعامل معه على أسس نفعية وحسب ما أشار موقع بي بي سي نيوز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخلى عن تعهداته أثناء حملته الانتخابية للرئاسة في عام 2020 بجعل السعودية منبوذة وقام منذ ذلك الحين بإصلاح العلاقات مع ولي العهد وطلب مساعدته في السيطرة على أسعار النفط وإدارة المشاكل الإقليمية الأخرى لأن السعودية استطاعت فرد نفسها لاعبا إقليميا يتحكم بأسعار النفط وتطفقه في الأسواق العالمية وهذا ما شهدناه عبر أوبيك بلاس وقراراتها الأخيرة وما ورد عن لسان وزير الطاقة السعودي لدينا منهجية في الاستثمارات العالمية مع الجميع إذن ولي العهد محمد بن سلمان ماض على قدم وصاق بتنفيذ خطته بتسييد السعودية للعالم العربي بخطة ثابتة وربما على الغرب مواكبة طموح الأمير الشاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر